بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا في هذه الأيام المباركة ونذكر أنفسنا بأجمل ما نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى من الأعمال الصالحة ولنعلم جميعا بأن الله ما خلقنا في هذه الحياة الدنيا إلا من أجل أن نعبوده ونتقرب إليه بما افترض علينا وبما شرع لنا من العبادات ومما شرع لنا من العبادات إما من الفرائض وإما من السنن وإما من المندوبات ومن السنن المستحبة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام ويوم العيد بالذات هي أضحية العيد أضحية العيد وأضحية العيد هذا الكبش ولا الناقة ولا الجمل ولا البقرة ولا العجل ولا الضأن هذا الذي نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى حكمه يعني حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة واجبة على المستطيع على المستطيع مش الوحد يروح يستادين ولا وحد عليه دين ما يسددش الدين أنتعه ويروحي شيء الأضحية وحد عليه زكاة بشي ما يطيش حق الله ويروحي شيء الأضحية وحد كذا الأضحية واجبة على من يسار الله تبارك وتعالى عليه ورب عز وجل يعلم ما في القلوب وإنما الأعمال بالدنيات أما من استطاع من قادر على الأضحية ففيها فضل كبير وفيها خير كبير وهي إحياء لسنة إبراهيم الخليل عليه وعنبي صلى الله عليه وسلم ولسنة كل محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأمة الإسلامية أجمعت على أن من خير ما نتقرب به إلى الله يعني بعد صلاة العيد وبعد خطبة العيد وبعد التهاني واللقاءات يعني نتقرب بالأضحية التي نذبحها التي يذبحها التي قادر عليها يذبحها بعد صلاة العيد بعد ما يعني يكون صلى صلاة العيد يروح يرجع للدار ويذبح الأضحية أن تعوه وهذه الأضحية يصدق منها ويهدي منها ويأكل منها ويخبي منها يعني كالي يسأل يقول لك ندير في الثلاجة شوية حتى يومين ثلاثة أيام حتى عشر أيام لا بأس ادخل منها لا شيء في ذلك تهدي الواحد جارك ولو كان غني أهدي له لا بأس ما يشو مشكلة ولكن تتصدق بثلوث الأكثر تتصدق للفقراء والمساكين واللي ما ذبحوش وتسأل ما وش معنى هو واحد نروح ونطوله مثلا يعني قنطار وواحد ممكن يبقى ينتظر نبذله جهد شوية نتعبه وكي نتعبه فيها حلاوة حلاوة يعني مش يشرت نتخلص فانا نتخلص منه نروح ندي للجار وعطيله وانتهى الأمر لا نحاولوا نبذله جهد ولو واحد بعيد علينا اللي عندهم 40 دار قال هذا عندهم وقال شفناهم ذبحو نشوفوا نشوفوا ناس لعائلات اللي ما عندهمش ونتقربوا لهم ونطولهم هذه الصداقة باش نفرحوهم نسأل الله أن يتقبل منا جميع الأضاحي إخوات الإيمان ريثما تتصلون بنا تتصلون بنا على الرقم الذي يظهر أسفل الشاشة فإننا نجيب أيضا إخوانا الذين يتصلون بنا باستمرار عن طريق أسئلتهم واستفسارتهم أولا متصل من العاصمة يقول اشتريت مسكن ريفي بفائدة واحد في المية فما حكم ذلك وماذا علي أن أفعله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله كل المساكن كل السكنات الشوق أقلي هذه في العمارات والتي تنباع عن طريق عدل عن طريق كذا عن طريق كذا بكل هذه الطرق الذين امتلكوا هذه السكنات فإن امتلاك هذه السكنة هو امتلاك صحيح امتلاك رحم الكياء تام أبقى فيه خطأ جابها بقرض رباوي واللجبها بطريقة مخالفة ما لكن في العموم أنه ما يبقاش يقول له يجي له واحد كما قال السائل يجي له السائل يقول ورأي حرام عليك ورأي كذا ورأي كذا إنما لا يجوز الاقتراض بالفائدة الربوية هذا وحده يتوب إلى الله ويتصدق لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والله تبارك وتعالى أعلم وهو العليم الحكيم معنى هذا الاتصال قالوا نعم نفس قالوا نعم نعم أهل وصف وفاك الحاج لباس الحمد لله تفضلوا حفظك الله تفضلوا نعم نعم لها تصيام عشر واخرها دوما ايه واجس سؤالك تفضلي أذكر رأي الصايمين كانوا يقولون ما لازمش انتم ما تصوموا يقولوا لكم ما لازمش تصوموا ايه غير لي دبع لي يصوم انتم احنا نصوموا غير عرافات سؤالك هل تصومين الأيام غير عرافات ولا لا 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 نصوموا هادو مليا متهدو حتى عرافات نعم هذا هو سؤالك سأجيبك ان شاء الله تبارك وتعالى حفظك الله شكرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ليس صوم عرافة يوم عرافة ولا الايام اللي قبل يوم عرافة ليست لها علاقة باضحية العيد ما نقولوش اللي يصوم يوم عرافة هو اللي رهناوي او اراد ان يضحيا لا الصوم على كل قادرين على الصوم لكل بالغ رجلين او امرأة يضحي ولا ما يضحيش هذا يصوم وعنده الأجر لبين الرسول صلى الله عليه وسلم اما الاضحية هذه وحد هذا عامل آخر يعني يمكننا نضحي ونصوم نضحي ونصدق نضحي ونذر الخير ولا نقدم الاضحية فقط او نصوم فقط هذا حسب المستطاع فنقول للاخت السائلة لاكي ان تصوم ان تصومي ذلك والله تبارك وتعالى اعلم معنا هذا الاتصال قالوا نعم السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله لا بس عندي استفتار عندي استفتار الله ياتك الخير اه عندي عندي دين طماش مليون دينار عليك دين علي دين طماش مليون دينار طلتعش مليون دينار اه هل يمكن هل هل نقدر ندبح ندبح الكبش ولا لا يعني اخي الكريم كأن سؤالك تقول كأنك تقول نخلص الدين اللي عليا وولا الدين اللي عليا رو ما زال ونروح نشري الأضحية سأجيبك ان شاء الله تبارك وتعالى حافظك الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله المسألة فيها شقين وسريعة وواضحة هذا الذي عليه دين عليه دين 12 مليون لا 20 مليون لا 100 مليون ولا اذا كان في رصيد المالي في رصيد المالي ايضا عنده فلمانكو اللي عنده في داره اللي عنده في كذا عنده ملايين واحدة اخرى عنده دراهم هذا من قولوش دين هذا من قولوش ما دين هذه معاملات معاملات هذا يجوز له شراء الأضحية هو علي عليه دين وعنده أموال سائلة ولكن عنده منين يسدد المال التعورة موجود بالحرمة ملحقش وقت التسديد ولا ملحقش ملحقش وقت أي شيء خلص أما إذا ما عندهوش المال ما عندهوش حتى ما يقدر يسدد هذا الدين ويروح يشري الأضحية نقول له لا يجوز لك فتقوا الله مستطعتهم يروح يسدد الدين انتعوا قبل إلى من بعد فضلوله والتاسع يروح يشري الأضحية والله تبارك وتعالى أعلم وهو العليم الحكيم إخوة الإيمان ورد إلينا سؤال آخر السائل يقول هل يجوز أكل لحم الضربان فهناك من يقول جائز والبعض يحرم ذلك فما هو الأصح بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله أكل لحم الضربان الضربان هو من فاصلة القنفذ وهذه الحيوانات البرية منها ما جاء فيه نص ككل ذات يعني ناب من السباع هذه محرمة بنص ذات مخلب من الطير هذه محرمة بنص وما لم يذكره الشارع تبقى لحكم الاستطابة الاستطابة يعني كين حاجة لا نعافوها لا نعافوها ناكلوها حاجة نعافوها هذه تدخل في الكراها والله تبارك وتعالى أعلم وهو العليم الحكيم معنا هذا الاتصال ألو نعم ألو نعم أهلا وسهلا ألو ألو نعم تفضل أهلا وسهلا حافظكم الله ربي يحفظكم الله يسو نعم أخي سؤالك أخي الكريم انقطع الاتصال ريثما يعود إلينا الأخ السائل عندنا الأخت السائلة من ولاية العاصمة أيضا هذه السيدة تقول بأنها مقيمة بفرنسا هي وأخ الزوج وفي كل سنة تأتي إلى الوطن لقضاء عطلة الصيف وهذه السنة تقول سوف نقضي عيد الأرحى المبارك هنا في وطننا بالجزائر العاصمة بسبب تواجد أم الزوج بمقر دارها هنا تقول وأنا وأخو أنا وأخ الزوج حبينا نشتركه في شراء كبش العيد سويا مع العلم أنا لي طفل واحد فقط أما بالنسبة لأخ الزوج لم يرزق بالأطفال تقول وهناك من قال لنا بأن الاشتراك في ثمن الأضحية غير جائز تقول ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة نقول بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله نعم الحكم الشرعي العام لا يجوز الاشتراك في أضحية العيد لا يجوز الاشتراك في أضحية العيد أما إذا جمعوا يعني أبناء جمعوا مال وعطاوها الباباهم عطاوها اليمماهم عطاوها الواحد وقالوا له هذا هدية من عدنا أنت تضحي باسمك أنت وحدك فهذا يجوز أن نفرقوا ما بين نجمعوا مبلغ من المال نشري به بقرة ولا نشري به جمل ولا نشري به كذا ولكن تسمى أضحية على الواحد الذي يضحي باسمه إذن لا الحكم العام نعم كما قالوا لك لا يجوز الاشتراك في الأضحية والله تبارك وتعالى أعلم وهو العليم الحكيم معنا هذا الاتصال ألو نعم ألو نعم الشرعي عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم الشيخ أنا عندي قضية عندي زوجي زوجي عندي سبع أولاد معها عندي ستين سنة في عمره أنا ستة وخمسين سنة نعم اسمح اسمحي لي عندي زوجك ايه الزوج في شعبان الزوج في شعبان بمرأة واحدة أخرى ايه خلالي سبع أولاد وما يحوش لهم من شعبان من ستة وعشرين مارس ما زيت حوش على أولادك كامل ما حصلت فيهم كفش هو الحكم السيخ شكرا هذا هو سؤالك سنجيبك إن شاء الله تبارك وتعالى حفظك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأخت السائلة تسأل عن رجل عدد على زوجته تزوج أمرأة ثانية وتقول بأنه اسمح فيها ويعني ما يسألش عليها وما ينفقش عليها وغير ذلك هنا المسألة فيها جوابان الجواب الأول نقول لها أو نقول لهذا الآخ الآخ لزاد الزوج أنه مطالب بالعدل بين الزوجات في الإنفاق والمعاملة والمبيت وغير ذلك وهذا ما يعلمه ما قرأه من القرآن الكريم ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقول لهذه الأخت عليك بالصبر وعليك بمعالجة المسألة بشيء من اللطافة وبشيء من العطف وشيء كذا وأن لا تحدث عداوة عدائية وخصومة عداوة لأن الله تبارك وتعالى قد يشرح صدره ويعود إليك وإلى أولاده فلا تضعين خطوطا حمراء بينك وبينه وعالجي القضية بهدوء أما إذا كان استعملتي وصية الله تبارك وتعالى اللي قال فيها ربي عز وجل فبعثوا حكاما من أهله وحكاما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما عملت هذا الوصية ما استجابش للعقالاء ولمجلس الصلح ما نفقش على أولاده مع ملكش بالعدل يمكن بكل أدب أن ترفع أمرك إلى القاضي والقاضي هو بحكمته وبيعلمه يحل هذا القاضية وبسرعة كم من مرة قلنا لإخوانا وأخواتنا نتعلم ونتفقه ما هو معناه أن الزوجة إلا رفعت أمرها للقاضي ولا الرجل إلا رفع أمره ولا القاضي ولا نسيب ولا الجار ولا الشريك ولا العامل مع الرب العامل لا مشي معناه عداوة مشي معناه نديره حرب إنما كأننا نستفتيه في ذا القاضية بكل محبة بكل محبة إذا نرفع أمرك للقاضي قالنا هاي كيفا هاي كيفا يقول له القانون ماذا يجب عليك نسأل الله أن يعلمنا والله تبارك وتعالى أعلم وهو العليم الحكيم إخوة الإيمان معنا سؤال آخر أسئلة جانبية سريعة ولكن الإخوانا وأخواتنا الذين يطرحون عن هذه الأسئلة سنجيبهم إن شاء الله بأمانة الأخت تسأل تقول هل يجوز تهذيب الحواجب الكثيفة حواجب المرأة الكثيفة الغير مستوية والتي تشوه من منظر المرأة نقول وبالله التوفيق كل تشوه من نبات شعر في غير مكانه أو خروجه عن العادة المألوفة على فطرة خلقة الإنسان يجوز ذلك يجوز تهذيبه وتجميله والله تبارك وتعالى أعلم وهو العليم الحكيم كذلك ورد إلينا سؤال آخر من المواطن يسأل يقول لقد بلغ عندي النصاب يعني نصاب الزكاة يصبح مطالب بإخراج الزكاة حال عليه الحول أو أنه أحصد بشي خرج الزكاة وغير ذلك لقد بلغ عندي النصاب ووجب علي إخراج الزكاة فهل أؤخر الزكاة وأشتري الأضحية أم أزكي أم ماذا أفعله بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله نقول لمن واجبت عليه الزكاة الزكاة وعنده غير المقدار لتخرج من الزكاة نقول له يبدأ في الزكاة لكن السؤال هنا محير يا أخي السائل لكن السؤال هنا محير يا أخي السائل إلا عندك أنت يا باش تخرج الزكاة بمعنى بالنقود الجزائرية عندك حوالي 40 مليون تخرج الزكاة تخرج الزكاة وتشري الأضحية لقد تتشري الأضحية معنى محير هذه الزكاة لتشري بها الأضحية وإلا أنا يعني سؤالتك فيه سر هنا يعني لم يذكر بلغ عندك النصاب يعني بلغت مدة 85 غرام تعذهب والآن تحب تشري الأضحية إذن تقدر تشري الأضحية من رصيد مالك لكن الزكاة تخرجها في وقتها ما تأجلهاش ما تأجلش الزكاة ولكن ربما تقول العملة السائلة لأن الآن عندي زكاة واجبت عليها نخرج مثلا 3 ملايين سنتين بالعملة الجزائرية ولا نشري بهذه 300 ملايين سنتين لا رح خرج 300 ملايين خرج بها دفع بها الزكاة وزيد خرج من رصيد انتعك واشري الأضحية المهم من كانت عليه زكاة يبدأ بالزكاة من كان عليه الدين يبدأ بالدين من كان عليه واجب الإنفاق على داره يبدأ بالإنفاق على داره أولاده يخصهم حاجة يبدأ بأولاده ثم بعد ذلك يأتي إلى أضحي التلعيد نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا آمين سؤال آخر يقول واجبت علي العقيقة الأخ سائل الكريم حافظكم الله جميعا يقول واجبت علي العقيقة ونظرا لذيق المسكن فكرت في منح كبش العقيقة لإحدى العائلات الفاقيرة لتضحي به فهل أبقى مطالبا بالعقيقة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إخوة الإيمان لنعلم بأن كل عبادة تؤدى في زمانها وفي مكانها للوجه الذي هو مطلوب منا بشأنها معناه الأضحية نقدمها كأضحية وشكل هو اللي يقدم الأضحية هو اللي يضحي هو اللي يذبح إذا قال نشري كبشو نصدق به تكتب له الصداقة بصحة لا تكتب له الأضحية الأضحية تنكتب لللي يدي الكبش اللي راح يضحي ماشي أنا نشري كبش ونعطيه الواحد فاقير ونقول أنا ضحيت لا أنا صدقت صدقت نعم عندي أجر ولكن أنا ما ضحيتش اللي ضحاه هو اللي يعطيت له لأنه يجوز في العبادات المالية النهدية لبعضنا البعض بمعنى لو كان واحد يخلص حجل واحد يخلص الدراهم حجل واحد يروح يحج شكوه هو اللي حج اللي حج هو هذا اللي راح للحج أما اللي يخلص الدراهم ربي عز وجل يطيله الأجر تعال الدراهم ما يقولش أنا حجيت نعم معنويين الله يا ربي يطيله الأجر ويطيله كذا اللي جرى كبش هذا ربي يطيله الأجر على الدراهم رحن على فقير ويطيله ما هو هو اللي ضحى اللي ضحى هذا اللي يعطينا له كبش اللي ذبحوه فكذلك أنت عليك عقيقة أخي الكريم أنت عليك عقيقة أنت لا بد أنك تذبح أنت العقيقة إذا حبيت تصدق رك تصدقت وما درتش العقيقة وإنما الكبش اللي دع صاحب الكبش هو اللي دار العقيقة هناك سؤال آخر هل يجب على من يذبح الشات أن يصوم هل يجب على من يذبح الشات أن يصوم العشر الأوائل كلها لا يجب عليه أن يصوم العشر الأوائل كلها وهذا اللي يذبح اللي يذبح يزمن فرقه معناه لا هو اللي يضحي خلاص هذا ربه الأسر هل اللي يضحي كذا هذا ما تفقين عليه إلا يقدر يصوم يمكن اللي يضحي ما يقدرش يصوم مريض عنده مرض مزمين ما حبش يطوع نفهم ليه ما عنداش علاقة الأضحية بالصوم إلى صام وضحايا مبارك شي جميل إلى صام بارك وما ضحاش الأجر التي عودت على الصوم يعني ضحا وما صامش نفسش عنده الأجر متاع الأضحية وما صامش كذلك واحد يقول ليذبح يعني واحد يجيب ذباح هو ما يقدرش يذبح هو اللي شرى الخروف وهذا اللي راح يذبح وهو اللي أمسك عن شعريه وعن أظفاره وهذا اللي راح مهيأ بيأدي الأضحية لكن ما يقدرش يذبح جيب ذباح هل هذاك الذباح نشرطه عليه نقولوله أنت ثاني أيضا يلزم تكون تمسك على أظفارك وعلى أشعارك لا لا هذا خاطئ هذا هو خدام هذا يجي وما نخلصوه من الحم التعال أضحية إلا كان خدام نخلصوه بالمال بدرهم وحد أخرين ما يجوش نقولوله ادي شوية الحم حق ما ذبحت إذن نفرقوا في هذه المسائل كل عمل يروح في المجال نتاعوا نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بمعلمنا هل يجوز شراء أضحية العيد بالتقسيطة لا يجوز شراء أضحية العيد بالتقسيط إلا في حالة واحدة واحد الذي عنده مدخول ثابت واحد الذي عنده مدخول ثابت أو عنده رصيد وراءه موجود بالحرى فقط حاب يخلص بالله عند مؤسسات ولا تكون المؤسسات والشركات الوطنية والشركات الخاصة تكون ضامنة بحيث الذي لا قدر الله ما تقبل ما يسدد فإنها تتجاوز عنه وتسمحوا له وتسمحوا له انتبهوا مليح احتى إخوانا اللي رمي بيعوا بالتقسيط اللي رمي بيعوا بالتقسيط إذن لا يجوز بعبارة أخرى لا يجوز للمسلم أن يثقل على نفسه وعلى أسراته بأن يستادين بناء على تطبع هذه واضحة الأمور هذه نسأل الله أن يدخل علينا الفرح والسرور في هذه الأيام وأن يجعلنا من الذين يفرحون بالإسلام وبالقرآن وأن نعود إلى بعضنا في تآلف وتعارف اللهم آمين والحمد لله رب العالمين